تسوّس الأسنان عدو صامت يسبب أمراض خطيرة في القلب والأعضاء الأخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباءنا ومتابعين في كل مكان أهلا بكم أعلمونا منذ طفولة أنه من المهم تنظيف أسناننا بالفرشة بشكل صحيح لتجنب ظهور التجاويف أو الجير أو رائحة الفم الكريهة ومع نمط الحياة الذي نعيشه ننسى أحيانا تنظيف أسناننا فتنشأ المشكلة ويحدث التسوّس والتجاويف فإن هذه الثقوب السوداء لديها القدرة على التسبب في أمراض القلب والرئة وفقا لما يقوله اختصاصي مايوكلينيك فإن تراكم البكتيريا في الليثة والأسنان والفم يمكن أن يسبب التهابا يؤثر بشكل رئيسي على مسجر الدم حيث تضيق الشرايين والقلب لا يضخ ما يكفي من الدم ومع مرور الوقت يحدث ألم في الصدر وضيق في التنفس ثم نهبة قلبية عندما تصل بكتيريا التسوّس إلى القلب تصبح جزء لا يتجزأ من أي جزء وتسبب التهاب ثم العدوى في الجزء الداخلي من القلب والتي تعرض الحياة للخطر وهذا هو السبب إذا كان لديك تسوّس أسنان وكان لديك الأعراض التالية يوصى بالذهاب إلى الطبيب لإجراء بعض الاختبارات في الوقت المحدد حمى وقش عريرة، تعب شديد، ألام المفاصل والعضلات، تعرق الليلي، ضيق في التنفس، تورم في القدمين والساقين والبطن، ألم عند التنفس، فقدان الوزن دون سبب واضح، وجود دم في البول، بقع حمراء أو أرجوانية على الجلد من ناحية أخرى، عندما تندمج البكتيريا في الحلق، فإنها تعيق التنفس وتؤثر مباشرة على الرئتين، مسببة الالتهاب الرئوي والجرثومي والتهاب الشعب الهوائي، والتي يمكن أن تسبب التهابات في أعضاء أخرى وتراكم السوائل أو القيح في الرئتين لذلك من المهم جدا أن تحافظ على نظافة فموية مناسبة، ولا تتجهل وتقلل من وجود التسوس، لأنه كما تعلمون هو العدو الصامت لجسمك إلى هنا أحباءنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، نشكركم على المشاهدة، وللمزيد شاركوا بالقناة، ولا تنسوا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد، إلى اللقاء